السلام عليكم فيلم حياة الماعز الذي أثار الضجة مؤخراً في العالم العربي وخاصة العالم الخليجي وأخص من ذلك في السعودية هذا الفيلم يستند إلى قصة حقيقية لرجل هندي عمل في السعودية وأظهر جانباً معيناً يتعلق بما جرى لهذا الهندي في السعودية في هذا الفيلم واعتبره بعض الناس مسيئاً للسعودية وأهلها سأناقش هذه المسألة من عدة جوانب بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنصافة والدفاع عن إخواننا هذا الفيلم يحكي عن قصة حقيقية وقد يكون أضيف لهذه القصة كثير من البهارات حيث أنه أنتج في بلد البهارات التي كانت تسمى بالهند هذا الرجل يدعى نجيب وكانت هذه القصة حصلت معه في بداية التسعينات حيث سافر إلى السعودية بحثاً عن وظيفة أحلامه ولكنه وقع بيد رجل سعودي أخذه من المطار ولم يكن هو الكفيل ذهب إلى المطار وجد شخصاً هندياً لا يحسن العربية ولا الإنجليزية ولا شيء قال له تعال هنا وأخذه معه فأخذه إلى الصحراء وأجبره على رعي أغنامه وعلى رعي ماعزه في ظروف قاسية وظلم وسوء معاملة بقي على هذه الحال سنوات صور الفيلم معاناته وكيف كان يحلم بالسفر لكسب المال وتحسين حياته ووضعه المعيشي وتحسين حياة عائلته بينما لما سافر واجه واقعاً مظلماً واستعباداً وعاش حياة لا تليق بالبشر بعد وصوله إلى السعودية ثم في آخر قصة هذا الرجل أنه تمكن من الهروب في وقت استغله أن صاحب هذا العمل ذهب لحضور حفل زفاف فاستغل نجيب هذه الفرصة وهرب سيراً على الأقدام والذي ساعده بالوصول إلى مدينة الرياضي شخص سعودي فسلمه للشرطة والشرطة يعني احتجزته أياماً حتى يتأكدوا من هويته ثم سفروه إلى بلده طبعاً هناك من حكى القصة وحكى فيها أشياء زائدة أن هذا الرجل قتل الكفيل ولما رأى أهل الخير أنه كان مظلوماً وما قتله عمداً أرادوا أن يدفعوا ديته لأهله وأهل الكفيل رفضوا أخذ الدية وأعطوا هذا المال لهذا الرجل الهندي وسافر إلى بلده وأسلم لما رأى أخلاق أهل البلد وسافر إلى بلده وعاش حياة سعيدة ورغداً بهذه الأموال التي أخذها هذه القصة ما أدري حقيقة مدى صحتها حاولت كثيراً أن أبحث هل هو فعلاً قتل ذلك الجزء هذا من القصة مبني على أنه قتل صاحب العمل ولكن الراوي للقصة يقول إنه هارب أثناء حضور صاحب العمل حفل الزفاف والقصة تقول إنه كان هندوسياً وأسلم واسم الرجل نجيب محمد فيبدو أن هذه الإضافة للقصة غير دقيقة الله أعلم بذلك ولا يستغرب على أهل السعودية مساعدة المظلوم والتكافل معه ما شبه ذلك وشفاعة له إن كان هناك مثل هذه الملابسات ولكن حقيقة ما ثبت شيء من هذا على العموم الفيلم حاول أن يركز على نظام الكفالة في الخليج ما أن الذي يقال إن الذي أخذه وعيشه هذه الحياة شبه للسعباد ليس هو الكفيل بنفسه وإنما كما قلنا أخذه رجل من المطار والله أعلم بحقيقة يعني هذه التفصيلة لكن الفيلم حاول أن يركز على مسألة الكفالة هذه وطبعاً الكفالة لمن لا يعرفها أي عامل وافد من غير الدول الخليجية ليعمل في الدول الخليجية يحتاج إلى كفيل شخص يكفله من أهل البلد هذا الشخص يكون مسؤولاً عنه عن إقامته عن عمله مسؤول بحيث أنه هو متحكم بذلك كأنه دائرة هجرة مصغرة تتعلق بهذا العامل تحديداً فهذا العامل لا يستطيع سواء كان عاملاً أو موظفاً بوظيفة مرموقة لا يستطيع أن يسافر مثلاً أن يفتح حتى حساب بنك إلا بموافقة هذا الكفيل فهو المتحكم بأمره كله بعض الكفلاء يحاولون استغلال هذه السيطرة على العامل أو الصلاحيات على العامل التي سيطرت عليه واستغلاله بعضهم يأخذ منه نقوداً على كل شيء بعضهم يعني يظلمه أو ما شابه ذلك وهذا موجود شوف الفيديو أنا أريد أن أدافع فيه عن إخواننا في السعودية ولكن بنفس الوقت علينا أن ندرك شيئاً أن الاعتراف بوجود ظلم في بعض الحالات في نظام الكفالة أمر ضروري عدم الاعتراف بحالات يقع فيها الظلم يظهرنا بمظهر المتواطئين مع الظالم وهذا أمر غير مقبول الإنكار أو التجاهل في كثير من الأحيان عن الظلم يكون دعماً ضمنياً لممارسات خاطئة في حين أن الاعتراف بالمشكلة هو أساس الإصلاح وهو أساس الإنصاف للمظلومين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالماً أو مظلومة فقيل لا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فالاعتراف بوجود هذا الظلم هو نصر للظالم ونصر للمظلوم من المهم أن نسعى لتحسين النظام وحماية حقوق الجميع دون تبرير أي تجاوزات حصلت مع التأكيد على أن هذه الحالات حالات فردية لا تمثل الجميع ولا يجوز تعميمها على جميع المجتمع السعودي بهذه الطريقة التي نراها سواء في الفيلم أو في الحالات التي نجد أن بعض الجنسيات الأخرى لما عملت بسعودية وتعرضت لشيء من الظلم حينما يحكون قصصهم قد يعممون علينا أن نكون منصفين فلا نشارك في كتم الظلم ولا تبريره ولا نعمم هذا الظلم من حق السعوديين أن ينزعجوا من هذا الفيلم لأنه يركز على تجربة سلبية فردية ويعممها على المجتمع ككل من خلال إبرازها دون إبراز الجانب الآخر الذي هو أكبر وأعم وأشهر وذلك هو الجانب الإيجابي التركيز على النقطة السلبية هذه قد يشكل صورة نمطية غير عادلة للمجتمع السعودي فهذا التعميم يمكن أن يشوه سمعة المملكة ويغفل عن الجهود الممذولة لتحسين نظام العمل والكفالة وقد يشكل صورة نمطية للكفيل السعودي أو لصاحب الوظيفة السعودي الذي آتى بموظفين من خارج السعودية إبراز الصورة السلبية فقط يتجاهل القيم والثقافة الإسلامية الموجودة في بلادنا الإسلامية وخاصة في السعودية وهذه القيم الإسلامية التي تضمن حتى للعبد للعبد أتعرف العبودية؟ الإسلام ضمن للعبيد حقوقاً ونهى صاحب يعني مالك العبد أن يضربه أو يظلمه وأمره أن يطعمه من نفس طعامه فما بالك إذا كان ليس عبداً بل حراً وجاء ليعمل ويكد ويشقى ويكسب ماله ورزقه الحلال بعرق جبينه هذا يحترم أيضاً وله حقوق زائدة على حقوق العبد فالقيم الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا تفرض نظاماً معيناً يقتضي احتراماً موظف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه هذه إضافة لكثير من الضوابط الشرعية في المعاملات مع الموظف وغير الموظف وهذه الضوابط الشرعية والإسلامية موجودة في السعودية بل قيم الأخلاقية في مجتمعاتنا التي هذبها ديننا الإسلامي تفرض علينا نمطاً من التعامل غير هذا الذي يصور فقيمنا ترفض هذه الممارسات فلا يجوز تعميم هذه الممارسات على مجتمع كالمجتمع السعودي فأصحاب هذا الفيلم لم يبرزوا صورة الذي يهتم بعامله ويعامل هذا العامل على أنه أخ أو ابن أو شيء من هذا القبيل لم يبرزوا صورة هذا الذي يساعد عامله حتى أنه قد يزوجه على حسابه لم يبرزوا صورة الذين بعد أن انتهى عمل هذه الخادمة التي كانت تعمل في بيتهم وذهبت إلى ديارها يزورونها مرة أو مرتين من باب الوفاء لها لأنها كانت تعيش معهم في هذا البيت فيزورونها في موطنها الأصلي وهذه كلها نماذج على فكرة في فيديوهات موجودة ولكن أنا حتى لا أطيل لن أعرض لكم هذه الفيديوهات في تعامل الراقي الذي نجده من سعوديين وغير سعوديين من المسلمين نجده مع موظفيهم مع خدمهم مع سائقيهم أو غير ذلك من نماذج تدعو للفخر وجب عرضها وإظهارها كما يعرض الجانب السيء حتى لا يعمم السيء كما أن هناك قوانين صدرت في المملكة للحفاظ على حقوق العمال وخاصة العمال الوافدة مما يقتضي مراعاة ظروف العمل المناسبة مراعاة الحد الأدنى من الأجور ولا يزال الأمر في تطور والقوانين لا تزال تصدر شيئا فشيئا وتسير في نحو التحسين بل حتى هناك نقاش حول إلغاء نظام الكفالة أساسا فأنا أقول لا ضير بالكلام عن الغلط ولا ضير بل وجب علينا الاعتراف بوجود أغلاط ولكن بالمقابل نظهر الصورة الحسنة والجانب الجيد وجانب تصحيح الأخطاء الذي يسير الآن والذي بدأت أثاره تظهر ومن جانب آخر لا بد أن نلفت النظر إلى مسألة تشويه صور المسلمين في الأعمال الدرامية والإعلامية هذه قد تكون جزءا من استراتيجية أوسع تستخدمها بعض الجهات لتبرير أعمال العنف والسياسات التمييزية ضد المسلمين سواء كان في الهند خاصة أو في غيرها من الدول التي فيها هذا النوع أو يحاول أن يدخل فيها هذا النوع من الإساءة للمسلمين والاضطهاد للمسلمين في تلك البلاد في سياق الهند هناك تاريخ كبير سيء من الاضطهادات الدينية ضد المسلمين تمارس من قبل الهندوس ويرافق ذلك ترويج صورة سلبية عن المسلمين يمكن أن تسهم في تعزيز المشاعر المعادية للمسلمين وتبرير هذه السياسات القمعية وأعمال العنف ضد المسلمين قاصة في وقتنا الحالي في الهند حيث يتصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين وأعمال العنف المتزايدة ضدهم من قبل أحزاب متطرفة وهذا الموضوع موضوع مهم جدا يحتاج إلى فيلم عن حياة البقر والسلام عليكم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر